عقدت منظمة الصحة العالمية مؤتمرا صحفيا بمدينة شرمشيخ بمناسبة الاجتماع الاقليمي الثاني رفيع المستوى بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين وركز الاجتماع على طرق ضمان حصول اللاجئين والمهاجرين طوال مصار الهجرة على فرص عادلة لتلقي رعاية الصحية بما يتماشى مع تغطية الصحية الشاملة واستمرارية الرعاية طبعا خلال اليومين هذه الحمد لله تم لقاء استضافته منظمة الصحة العالمية لأقليم شرق المتوسط في جمهورية مصر العربية بمشاركة أقليم أوروبا وكذلك أقليم أفريقيا للوقوف على مختلف الجوانب المتعلقة بصحة المهاجرين واللاقيئين سواء من الدول المصدر أو مناطق العبور أو الدول التي يستقروا بها هناك تحديات كثيرة تم مناقشتها بكل صراحة هناك خطط استراتيجية تم وضعها سابقا لكن يتم مراقعتها من أجل تكييفها بما يخدم تقديم خدمات صحية لهذه الفئة المعرضة للكثير من المخاطر ترجمة نانسي قنقر